في البداية نستعرض بعض الأخبار الخاصة تعمل بفريقنا قبل مباراة المصر إن شاء الله في كأس مصر في دور التمانية اللي إن شاء الله كل التوفيق وكل الدعوات لنادي الزمالك إن شاء الله يتخطى هذا الدور ويتأهل من هذه المباراة إن شاء الله يوم السبت القادم لعاب الزمالك بيتابعوا النهاردة طبعا يعني الحدث الأكبر والأنظار كلها متجه لكأس العالم طبعا البطولة الأم في العالم كله في العاب الزمالك النهاردة بيتابعوا مواجهتي السعودية وتونس في المنديال طبعا اللعبة حرصت إن يكون أو الجهاز الإداري النهاردة في نادي الزمالك إدارة الكرة بتوفر للعابة وقت التمرين إن يكون فيه شاشات النهاردة استحبوا شاشات عشان يتابعوا مباراة نصور كرتاش طبعا نجمنا الكبير سي في الدين الجزيري اللي لم يكتب له المشاركة في مباراة اليوم لكن النهاردة لعابة نادي الزمالك تابعت طبعا شأنها شأن أي لاعب أو أي حد عربي مهتم طبعا بمباراة السعودية مباراة تونس النهاردة مبروك تاني وتالت وعاشر ومليون للسعودية ومبروك أيضا للمنتخب التونسي تعادل بتعمل فوز النهاردة وإن شاء الله مبارك للمغرب غدا بإذن الله إن شاء الله قطر ترجع تاني تعود الهزيمة بإذن الله وترجع في المنافسة فريرا بيطير لي البرتغال مستر عشان طبعا حضور مراسم جنازة نجل زوجته طبعا خالص تعازينا لي مستر فريرا وي للسيدة المحترمة زوجته طبعا ربنا يعني يتغمد ابنها بواسع رحمته ومستر فريرا سافر إلى بلاده خلال الساعات القليلة الماضية لحضور مراسم جنازة نجل زوجته الذي توفى مؤخرا وهيغيب للأسف مستر فريرا عن مباراة الأبعد أمام المصر زي ما قلت لحضراتكم في المباراة كأس مصر وهيكود المباراة مستر روي ومعه طبعا رفقة كابتن أسامة أنا بيه كابتن أحمد عبد المصود وكايتن أيمن طاهر مدرب حراس المرمى قلت لحضراتكم من المصرشان مرتضى منصور وأمير مرتضى جهاز الفني والإداري والطبي كله قدم التعازي لمستر فريرا وليه السيدة حرمه في وفاة ابنها روي أجواش وكابتن أسامة نبيه النهاردة هم اللي قادوا مران الزمالك قادر برطغالي روي أجواش مدرب الزمالك وأسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب مساعدة تدريبات الزمالك اليوم اللي أقيمت على ملعب عبد اللطيف بورجيلا والجهاز المعاون طبعا تولى قيادة تدريبات لحين عودت البرطغالي جيزفالدو فيريرا المدير الفني اللي سافر لحضور مراسم جنازة نجل زوجته في البرطغال النهاردة بالتفاصيل رسالة قوية من أجواش طبعا القائم دلوقتي بمهام المدير الفني ليه لعبة نادي الزمالك قبل مباراة المصري مستر روي طبعا اجتمع بيه اللعبة النهاردة في بداية المران وأكد على ثقة الكاملة وثقة مستر فريرا في كل اللعبة وإن مباراة المصري المقبلة لا تقبل القسمة على اتنين وقال كل شيء لأمام للعبته طبعا مستر روي النهاردة قال لهم خلال الجلسة كل شيء سيصير وفقا للنظام الفني للفريق المتفق عليه قبل كده مع مستر فريرا وإن هو ثقته بلا حدود في لعبة نادي الزمالك وإن هو هنساعد بعض واللعبة هتساعد نفسها ومساعدة جماهيرنا ومجل إصدارتنا إن شاء الله بإذن الله الزمالك يقدر يعدي هذه المباراة على خير